سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم هناك سؤال أول حول حول المشاركة السياسية في أوروبا تكون هناك انتخابات طبعا ويقول بعض المسلمين هذا الأمر لا يعنينا هذا بكيفية أما الذين ينظرون فذلك أمر آخر أنت حينما تقول أنا مواطن أنا مواطن أنت عندك ربما مواطنة أو عندك جنس يا ألمانيا فأنت مواطن ألماني فهذا الإنسان قد يعيش بعقليتين هو ألماني عنده حقوق الألماني وربما زوجته ألمانية وتشارك في انتخابات وتمشي وهو ألماني ولكنه له عقلية تنتمي إلى جهة أخرى لا يشارك إذن معنى أنك تقول لهم بأنني لست مواطن كامل المواطنة أنا غير أقول هاتشي باش نعيش وصف يجب أن تمارس ما يعطيك القانون يجب أن تمارس كل الحقوق التي يمنحها هذا القانون ومنها حق المشاركة السياسية المشاركة السياسية ليس نافلة أو أني قلت لكم خطأ في مفهوم المشاركة السياسية إذا قال أنا لا أشارك لا أنتخي إذا لم تشارك فقط شاركت لأن عدم مشاركة هي موقف هي تسماح لتيار آخر أن يمر فالانتخابات لما تقول أنت لن أشارك معنى واش الانتخابات غد توقف ما يسافي في الضيو الناس لك أعطت فرصة لحد أخر معنى هذا صوتك كنت تدعم به اختيارك فأعطيته وسمحت به لإنسان دعم به اختياره ونتيجة هي الحساب النتيجة الأخيرة هي الحساب هي عدد الأرقام سوى صوت طاولة لا يعبأ بك أحد العبرة إذا كان هذا الشخص الذي الآن ربما في مدينتك هو يدير حملة انتخابية ويستقطب وكذا ومشروعه أن يوقف لك المسجد مشروع دياله كل ما نقصنا لأن تعرفون بأن هذا أصبح في بعض المشاريع بمشاريع اليمين أصبح يقول بأننا يجب أن نزيل الإسلامها من هذه الأرض وانت تبشي تنعز في دارك وخلت يرجع بك رهدك في الكاميون هذا لا يوجد هذا الموقف هذا موقف إنسان لا يعقل أنت الآن أنت ليس أنت مسالم ولكن لست متسامع في حقك لأن غدا أنت مضي الأمور بخلاف ما تظن وغير غدا يكون قرارات وبأنك يجب أن لا تلبس هذا الجلباب ولا هذا كذا ولا الحجاب ولا ولكن أنت لدت هذا الشيء السل أنا أتكلم بكم السلبي في كل المجالات للسليمة هذا الأحتفال في بلاد المسلمين هناك من يفكره هكذا وحينما نقول بأن الانتخابات يجب أن ترتفع ويجب أن نحن كل من سحب شخصا فتح المجال لشخص آخر هكذا هي على الميزان فلذلك أقول مسلمين عاديين يختارون من قد يكون هناك مرشحون ليسوا مسلمين في أطياف أخرى مثلا حزاب خضر ليست من برامجها منهضة الإسلام وكنت أنت معها فأنت الآن على الصواب ليس دائما أنت لا تصويت كنت من علي ولا عمر ولا لا قد يكون هذا الشخص قرب الناس إليك أي أنه لا يدر بك لا يدر من مصالحك كنت تسانده لأنك تريد أن تدافع عن حقك بواسطته ما إذا ترشحت وهذاك فهمسألة أخرى هذه أنا يبدو لي أن من يقول هذا ما زل ما فهموا له هذا خصوص إنه 31 أخرى أو 40 عام عادة بشي فهم هذا مشاركة سياسية لا بد منها لأنها هي التي تضمن أن تكون حاضرا وأن تدافع عن وجودك بطريقة آمنة لأن الديمقراطية هي وسيلة في تداول السلطة تمنع هذا العنف وتمنعه في الحدود معها فَلِدَلْكَ لَا يُمْكِنْ لِسَانِ إِلِنْ سَاحِبَ مِنْهَا مُطْلَقًا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر